يمكن الحاجة اللي يمكن لمست الناس سواء جماهير أو أعضاء جماعية عمومية التطور الكبير والطفرة اللي حصلت حتى في النشاط الرياضي والدعم اللي حاصل من قبل المجلس بالرغم من جائحة كورونا والظروف الاقتصادية طبعا اللي أثرت على النواحرة ده بشكل كبير جدا يعلم الرياضة يعني حتى في العالم كله كنا لسه حتى بنتكلم في الأنترو لمست ده ازاي يعني أو مجلس الإدارة كمان قدر يتغلب على الظروف دي ازاي والنشاط الرياضي يعني يكون تقريبا يعني في أفضل حالاته تقريبا في الوقت الحالي والله النشاط الرياضي الحمد لله برضو أنا عايز أقول حاجة مهمة في الملف ده أنه برضو مجلس الإدارة يعني كان يعني يدي كل الدعم للألعاب الرياضية جميع اللعبات شبس كور يعني كل الألعاب أخدها دعم كبير من مجلسات نادي الأهلي في اهتمام كبير جدا إن انت نادي أهلي فأنت لازم تبقى رقم واحد دايما لازم ده هدفنا إن احنا ما ننزلش على رقم واحد فبالتالي بنخطط في كل الألعاب بقى سواء جماعية أو فردية اه اتعامل دعم للفرق الرياضية في النادي أو للألعاب الجماعية غير مسبوك يعني في تاريخ النادي الأهلي دعم غير مسبوك للألعاب الجماعية في النادي سواء في السلة سواء في اليد سواء في الطائرة ببير المحترفين كمان يا دكتور ما كناش بنشوف الكلام ده يعني أنا لسه بتكلم حضرتك واحنا بنفرج على التقرير من سنوات طويلة ما شفناش إن في لعبة محترفة من كلاس ايه في الباسكتبول بتكلم في الطائرة فده كمان بيدي بيدي انطباع أن مجلس الإدارة لأ يعني كمان مشغال في ملف بعيد عن حتى قرط القدم لأ اللعبات الأخرى اللي هي حقاها يعني بالزبط يعني انت لقى اللعبات الأخرى فيها دعم كبير جدا آآ آآ انت جايب بصفقات في الألعاب يعني في السنة الأخيرة دي بحوالي خمسة وعشرين مليون ده رقم كبير للألعاب الجماعية يعني آآ لكن انت برضو بتجيب دلوقتي زي آآ ما انت بطولة كابتن يعني الكواليتي واكلاس ايه طبعا يعني خلاص ده الكواليتي بتاعك اللي انت يعني ماشي عليه لعشان تحقق البطولات مش بس دوري لأ انت بتترجط كمان أفروكا آآ يعني احنا بسابيع المسال مسلا السلة سيدات مسلا ده فريق ما آآ الحمد الله كان دائماً محلياً بيكسب افرقيا ما كانش بيشارك قوي قبل كده في السنين اللي فاتت يعني كانت اول مشاركة لي افرقيا من سنة آآ كان كله متوقع انه هيبق بعيد خالص لان في بقى الفرقة بتاعت انجولا وفي موزنبيك كمان اقوية جداً في اللاعبات تصدروا المشهد آآ آآ خسروا في السيمي فاينال بفرق النقطة واحدة من بطل انجولا اللي هو فرق يعني فرق بوينت واحدة كانوا قريبين جداً يعني اللي هو ممكن يكسبه وممكن يحضر بطولة وده بقى برضو من قرارات المجلس انت بتدعم بقى الفرق بتديهم السقة بتديهم الفرصة ان هم يشاركوا لان هم كنونش يشاركوا قبل كده في البطولات يعني كان اقول لك لا بلاش عشان هم مسام بعيد المسام بطولة عربية بلا شارقة افريقية بدأت ان انت لقى بتأهل فرقك فبتدعمها طبعاً فنياً وادارياً وكل حاجة ان هي تبقى جهزة للمنافسات دي وتبقى زيها زي الفرق الكبيرة بقى في الفرقكة في العلعاب دي عشان ممكن نبقى احنا بعيد عنها شوية في الفترات اللي لسيين اللي فاتت على سبيل المسام اللي حرج بتقولها مسلا احنا في محترفة جبناها في البطولة اه والمحترفة دي اه اه كايلة لا مش السنة يعني قبلها اه اه في البطولة بتاعة الفرقكة اللي احنا شاركنا فيها تالت اه احنا قبل ما يعني كنا نتعاقد مع السنة دي وكادت باتفاوض مع نادي الاهلي اه ما جبنا كايلة لان هي راحت يعني اللعيبة دي راحت ريال مدريد اوكي اه اه اللي هي احنا جبناها ريابة معنا بطولة الطائرة بطولة الباسكت اللي فاتت اه اه فبنختار الطوب راحت ريال مدريد اه يعني هي البنت يعني خلاص يعني ما كانت قريبة من النادي الاهلي وجالها عارض من ريال مدريد فانتا دي بدأت ان انت خلاص بتجيب الطوب فعلا بتجيب لعيبة كوالتي عالية جدا في البسكت برضو رجال متقالي احنا يعني دعمنا الفرقة بشكل كبير جدا بكل الصفقات الممكنة يعني الفرقة من سنتين طلعت تقريبا رابع دوري سنة اللي فاتت التاني وصلوا الفاينال مع الاتحاد آآ السنة دي احنا لا بنتارجة انت الاول لان انت آآ يعني دعمت كمان السنة دي فانت ماشي بخطوات آآ السلة برضو كانت بعيدة شوية رجال فانت بتقربها بتدعمها بشكل كوي فلا فيه دعم غير مسبوك حصل في الفترة بتاعت المجلس الادارة لكل الالعاب ومش بس الصفقات الجديدة العقود بتاعت اللعيبة نفسها الحالية بتغيرت خلص يعني بيت ارقام يا دكتور يعني كان فيه عقود مثلا ستين الف وتمانين الف وحيات كده لا العقود دلوقتي وسطة الامتين وثلاثمية فيه عقود يعني للالعاب الجمعية يعني برضو المجلس لما جاء عد العقود وزود عقود وجاب صفقات جديدة محترمة للنشاط الرياضي دعم بشكل قوي لان انت الهدف بتاعك واضح تبتيجي توعد كمجلس ادارات استراتيجيتك مع المدير النشاط الرياضي ان انت تراجد رقم واحد في افريقيا ومصر فبالتالي خلاص يبقى انت هتشتعل على ده لو احنا مش ده تراجد بها اعنا خلاص مش هندعم بالشكل ده صحيح لكن ده تراجد بتاعنا حتى في الالعاب اللي هي ازاي بقول لك مسلا تاريخيا في النادي ممكن ما تبقاش بتشارك في افريق هزال سالة سيدات او لأ احنا عزينا تشارك وعزينا هتكسب وعزينا تفوز وهنديها السقة دي وهنديها الدعم ده فبالتالي انت بتدعم في هذا الاطار السالة رجال برضو ممكن الاتحاد تاريخاني بمتفوق عليك لا احنا عزينا نبدأ نشتغل على الملاكة ده ونبدأ ندعم افريقيا ودعم تجيب تحصل لعيبة في مصر عندك دولات في البسكت مدرب مدير فني محترم كابت اشرف توفيق يعني فانت لا يعني في اليد كان فيها مشاكل اللي فات والله بصير فاتو من لعيبة ده عام تبقى بشكل قوي او السندي فان انت برضو تبقى تبقى ترجع تاني الهيب تكليل. ست صفقات يا دكتور. ست صفقات يا دكتور. ده التارجة من الداهل الاول في مصر وفي افريقيا. بالزبط. بالزبط ده ده في كل حاجة زي ما احنا في الكورة كده. ده الحمد لله الطائرة برضو متصدرة المشهد ده دايما يعني محلان وكرا بصراحة الفرقة الجامعية اللي احنا بنسني عليها في النادي وبتشرفنا دايما رجال وسيدات. دي حققوا دايما البطولات يعني حققوا كل البطولات شارك في السندي. رجال وسيدات بطولة عربية دوري كاس حققوا كل البطولات. افريقيا تلاغت عشان كورونا. آآ ولكن هما طروا عمرو كان بياخدوها يخدوا السنة اللي فاتت ولا قبلها وكده. فالحمد لله يعني احنا.